اليوم عندنا موضوع جدا مهم زي ما احنا شايفين والموضوع واضح جدا ولكن اه نحن نتجاهل وما انا عارف ليش السبب في تجاهل هذا الموضوع هذا الموضوع مهم جدا وهو يعني ببساطة كده خلي نقول ادارة حساب التداول بفعالية يعني انا عندي حسابي اخوان والمفروض اني مثلا نهاية السنة مثلا اكون ربحان طيب خلال سنة كاملة انت ماذا عليك ان تعمل حتى تخرج بربح من هذا السوق او من اسواق الماء بصفة عامة وسنتكلم يعني الكلام هذا تسقط وممكن على اي سوق على اي بارصة على اي على الابشن على السوق الامريكي على السوق السعودي على الذهب على ال على اي سوق اخوان على اي بارصة ممكن تشتغل عليها تمام حنتكلم اليوم ان شاء الله عن ادارة حساب التداول بفعالية والكلام مهم جدا اخوان يجب يجب ان نعي مدى يعني مدى مدى اه عدم او مدى تجاهنة يعني حيننا نتجاهل هذا الكلام بصورة غريبة انا ما نعارف ايش الاسباب اللي تخلينا نتجاهل هذا الكلام اه بقول لك دليل على تجاهنة لهذا الموضوع بالذات اللي هو موضوع ادارة الحساب اه اذا كان عندي وقت فاضي يعني خليك معايا افكر معايا اذا كان عندي وقت فاضي وحبيت مثلا افتح اليوتيوب وابحث عن ما يفيدني في هذا السوق ابحث عن استراتيجية او ابحث عن معلومة قد تفيد ما هو عن اه مؤشرات او ابغى اعرف كم مرة كتبت ادارة المخاطر في اليوتيوب او كم مرة كتبت اه ادارة حساب التداول او كم مرة كتبت المخاطرة في هذا السوق او من هذه الكلمات انا مستعد يا اخوان يعني مستعد اقول لك في في ناس معانا موجدين ولا مرة كتبها ولكن نحن نبحث في اليوتيوب وفي جوجل عن الاستراتيجية الصقرة الذهبية مثلا استراتيجية البولينجر الاستراتيجية التي استراتيجية التي لا تخسر السر العظيم في اسواق المال ما هذا هذا بحثنا يعني هذا بعض يا اخوان يبحث عن هذه الكلمات حتى يفكر انه في سر في السوق السر انا بقول لك هو الان السر هو ادارة حساب التداول بفعالية تفقنا يا اخوان من هنا من هنا ناشأت فكرة انه هنم متجاهلين هذا الكلام لا واحيانا يا اخوان يعني انا لما نسوي مثلا توتبك يعني موضوعين عن محاضرة معينة واقول ان عندي محاضرة عن استراتيجية استراتيجية مثلا تربحك خمسين نقطة او مئة نقطة في اليوم واكتب محاضرة ثانية عن ادارة حساب او ادارة المخاطر في اسواق المال كم تتوقع يحضر هنا وكم تتوقع يحضر هنا هذا الكلام بمنتهى الشفافية انا اقوله يا اخوان راح تجد انه اللي يحضرون استراتيجية التي تربحهم مئة نقطة او مئة وخمسين نقطة في اليوم راح تجدهم اكثر ومهتمين اكثر وحاضرين بصورة حالة اكثر من الناس اللي حضروا في ادارة المخاطر هذا هو سبب كبير للتجاهل لان نفس البشرية اخوان ما تحب الالتزام غالبا النفس البشرية لا تحب الالتزام تمام وديما يحب الالتزام في هذه الاسواق والانضباط للامان يا اخوان يخسر فاحنا يا اخوان باذن الله اليوم راح اعطيكم يعني حنجز مع بعض تقريبا ساعة وراح نتناولها ببساطة يعني خلونا نكون بسطين شوي بس نبغى نفهم وش الموضوع تعالوا اخوان نبدأ الشريحة الاولى طبعا يعني من المعروف ان الاسواق المالية من الامور المعروفة في الاسواق المالية هي الخسائر التي تصيب بعض المتداولين وخصوص المتداولين الجدو جاتني رسالتين خلال الاسبوع هذا الماضي بس نسخته لكم هنا يا اخوان واعتذر الاصحابة ما هو موجود اسماء ولكن وجب علي ان اضعه قدامكم لانه ضروري شوف يا اخوان في واحد يقول اتمرجنت يا صاحبي تمام يعني فلس يعني خسر حسابه طيب الاخر يقول ابو رسيل محفظة عشر الاف ريال ابي سهم طبعا هو يقصد عقد حتى كتبين اقصد عقد ابي عقد لاحظوا الكلام يا اخوان ابي عقد حطهم في دفعة وحدة وش رايب هذا يا اخوان الرسالتين صراحة يعني وعشرات الرسائل غيرها يعني بحكم انه يا اخوان انا مدرب وفي الاسواق وكذا فتجيني رسائل كثير من هذا النوع هذا النوع يا اخوان من الرسائل خاصة الاولى مخيف هذا يعطي انطباع الناس ما عندها ثقافة لادارة المخاطر يعني شلون انت تبغى يعني خلونا نتكلم اه بالعامية يعني كيف انت تبغى تحط فلوسك كلها في عقد واحد يعني هل انت سارق الفلوس هذه مثلا وتبغى تحطها وخلاص لانها تربح لانها تخسر او انها ما تهمك الفلوس هذه او انه وش السالفة حتى لو ريال واحد او دولار او الموضوع موضوع مبدأ يعني المسألة مسألة مبدأ وليس مسألة انه والله الاشر الاف ريال يعني ما هي شيء لا فلوس هذه مهما كان هذا اذا كان عنده عشر مليون بيتعامل معاها بنفس الفكر تمام اما الاخر اللي قال التمرجن فهذه نتيجة اللي قال انه تمرجن طبعا كل يوم يتمرجنون الناس تمام اللي قال تمرجن هذه نتيجة لبعض ايش لبعض الاخطاء ليش اللي ممكن نتجنبها في هذا السوق اليوم راح نتكلم عن بعض الاخطاء اللي ممكن نتجنبها بسهولة تمام ونحاول يا اخوان نخلق لنا خطة للمتاجرة تكون بسيطة وفعالة طيب اخوان اه في حاجة نسميها مهارات التداول تمام مهارات التداول عديدة جدا تمام ولكن اه لازم نتكلم عنها اه هنا يعني حاولنا حاولنا نحطها في القالب هذا اول شي اخوان التحكم بالمخاطر تمام التحكم بالمخاطر يعني انا الحين في سوق والسوق تقلباته كبيرة زي ما احنا عارفين ومفاجآته عديدة ومرجراته كثيرة وممكن اخسر وممكن اربح تمام لكن خلونا خلونا دائما نكثف احتمالات النجاح نكثفها اه نزود احتمالات النجاح باي طريقة كانت نزودها ونقلل من احتمالات ليش من احتمالات اللي تخليني اخسر تمام فعندنا اول عنصر هو التحكم بالمخاطرة راح نتكلم عليه بعد شوية وعندنا جودة المخاطرة وجودة المتاجر عفوا وعندنا وقف الخسارة مهم جدا وقف الخسارة اخوان اه في بعض السبب مو مش غني بوقف الخسارة للأسف الشديد طمان وهذا سبب المرجعة طبعا عندنا الانضباط اه الانضباط اخوان لازم تنضبط في السوق يعني اذا اذا عملت لك قوانين خاصة فيك او خطة تعمل خاصة فيك لازم ان تنضبط اذا عملت لك تحكم في المخاطرة بطريقة معينة يجب ان تنضبط عليها تمام يعني ما هم مثل الرجيم تمشي مع ثلاث ايام وبعدين تخربها بالكبسة والاشياء هذي لا حتى يعني ابسط الاشياء مثلا العمل يا اخوان عملك انت اللي تداوم فيه اذا ما انضبطت راح تفصل راح تتمرجن يعني في الخير راح تتمرجن من العمل اذا ما انضبطت في عملك راح تتمرجن ورح تنترد من عملك يعني ابسط الاشياء انت مثلا بسوي نظام غذائي ومشيت عليه اسبوع اربع ايام بعدين خربته وتمرجنت وزنك زايت راح يزيد مثلا تمام وانت ماشي يعني الامور تحتاج انضباط تمام حتى العلاجات والادوية اذ لم تنضبط فيها ما راح تستفيد منها راح تتمرجن اوكي فاسواق الفوريكس نفس الكلام ليه ما ننضبط لازم ننضبط عشان ما نتمرجن تمام ورح نتكلم عن حاجة جديدة يا اخوان اسمع عجلة اه النجاح طيب التحكم في المخاطر او في المخاطر دائما ما توصف عمنيت المتاجرة في الاسواق المالية بكونها عالية المخاطر يعني دائمه اخوان يقول لك الفوريكس اشخ لهاذ عالي المخاطر وهذا نراه بعيدا جدا عن واقع هذا السوق شوف للأسف اخوان انه كلمة عالية المخاطر ممكن انا اقول لك بتفتح مقصر السيارات عالية المخاطر لكن سوق الفوريكس ما هو عالية المخاطر ليش يا اخوان اي متاجر في الاسواق المالية وخصوصا العملات والسلاء لديه تحكم كامل في مستويات المخاطرة وهو يحدد بالضبط وبالدقة كبيرة كم يريد ان يخاطر في كل صفقة يا اخوان عندنا سوق الحمد لله يعني الفوريكس يعني انت تتحكم باللوت بالسايز حقك بالحجم تتحكم في قديش راح اخسر بالدولار وتتحكم في كل شيء طيب ليش نسميها للمخاطرة سؤال يا اخوان يعني ليش نسميها للمخاطرة طالما انت عندك الاستطاعة انك ايش انك تتحكم في هذه المخاطرة طيب اقول لك شغلة السوق الشوي يا اخوان السوق عبارة عن تحركات الاسعار ونحن نضارب على الفروقات السعرية بين هذه الاسعار وتقلبات السوق نضارب طيب من يحرك هذه تمام الاخبار الاقتصادية الاجندة اللي كل يوم نقراها في خبر في تمام المضاربين الماركت ميكرز كلهم هذول يا اخوان انت ما تقدر للأسف انت ما تقدر تتحكم فيه يعني مثلا الشارت يا اخوان الشارت مثلا زي كذا ورجع اختبر وانت تبغى تشتري وحطيت خطك مثلا تبادل الادوار وتبغى تشتري من هنا تمام هل تضمن انه بيصعد لا ما تقدر تضمن ممكن يعكس عليك تحت اش المشكلة يعني واحد يجيين يقول لي هذا اكس اي بي سي وهذا دي والثاني يقول لا هذه قمة اخترق السعر وهذا القاع حقها اختبر انا بشتري عشان يصعد سوي القمة جديدة وهكذا فكل واحد عنده ايش عنده افكار انت ما تقدر تضمن هذا الشارت انت بس انت بس تحاول انك ترجح احتمالات الباي ولا السل تمام طيب الخبر مثلا دراجي يتكلم ولا اي احد يتكلم يا اخوان تمام هل تضمن ايش قاعد يقول اذا ضمنت ايش قاعد يقول هل تضمن تحرك السوق فوق ولا تحت ما تضمن ما تقدر تضمنها هذه كلها خارج نطاق ايش خارج نطاقة تحكم يعني انت ما تقدر تتحكم فيها اطلاقا لاحد يقول لي عندي استراتيجية 100% عشان ما نضارب يعني هنا في الروم ويخرب الموضوع فالموضوع اخوان خلونا واقعيين خلونا لازم تكون واقعي شوي انزل الى ارض الواقع وناضر بعينك شوف الاشياء اللي تقدر تتحكم فيها اوراشياء اللي ولا ما اقدر نتحكم فيها بلنا الشارط وحركة الاسعار ما نقدر نتحكم فيها الاخبار الاقتصادية والاخبار الطارئة والخرى واش نقدر نتحكم فيه تقدر تتحكم في مستويات المخاطرة تمام فانت تتحكم فيها بدقة كبيرة انا والله بدخل بهدف مية نقطة تمام ببوينت تو واذا عكس علي خمسين نقطة راح اخسر مثلا خمسين دولار خلاص انت حاطت وقف خسارتك هنا اذا نزل السوق يضربك خمسين دولار انتهى الموضوع يا اخوان انت قدلت تتحكم فيها اذا طلع فوق وربحت مثلا تربح مية دولار اوكي انتهى تمام فانت تقدر تتحكم لكن من اللي ما يقدر يتحكم شوف انا مضارب في السوق انا منظر انا مضارب معكم يا اخوان في السوق انا لسه منظر يعني قاعد انظر عليه تدريش مشكلتنا يا اخوان الطمع والخوف تمام السوق اذا صعد وربحنا اطمع اطمع بربح اكبر فاجلس في الصفقة فينزل علي ويضربني هذه واحد اثنين الخوف يا اخوان كمان الخوف يا اخوان يخش على فكرة في الربح يعني انت مثلا تصاعد السوق زي كذا وكسبان انت ميتين نقطة فانت مثلا تخاف انها تروح تمام فايش تسوي مثلا توقف خسارتك مع ان السوق رايح فالخوف والطمع يا اخوان ترى تمام موضوع كبير جدا احنا اليوم يا اخوان ان شاء الله راح يعني نربط نربطهم ان شاء الله مع بعض كذا ونعقلهم وانتهى الموضوع بنتخلص منهم باذن الله طيب يجب لكل متاجر يا اخوان ان يقول له حاجة اسمه ريسك بروفايل يعني ايش ريسك بروفايل يعني لا تخاف من الكلمة الكلمة مرة سهلة ريسك بروفايل يا اخوان يعني ورقة اي فور طيب بساطة ها ورقة اي فور مكتوب واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة وتكتب ايش وتكتب سواء تكتب خطة ايش خطة المخاطر اللي انت ممكن تتقبلها والارباح وكل شي تكتب فيها تمام وتحدد بعض المعايل الحين حنتعلمها تمام وتطبعها وتحطها في المكتب اللي انت شغل منه او في المكان اللي انت ايش او تحطها خلفية في الكمبيوتر تمام وكل يوم تقراها وانها تكون قدام عينك وتلتزم فيها تمام ليش ريسك بروفايل هذا يحدد بدقة مستويات المخاطر المناسب لها وكل واحد يا اخوان عنده ريسك بروفايل انا اختلف عن مثلا استاذ رايت اختلف عن عن بعض الحضور تمام كل واحد له ريسك بروفايل تمام راح يسويه بناء على ايش بناء على على تعامله مع السوق من المميزات الكبيرة في استخدام استويات المخاطرة او ريسك بروفايل هذه السيطرة على الجانب النفسي انتم عارفين اقوان السوق كله نفسيا يعني خلنا نقول ثمانين في المئة نفسيا المسألة مسألة نفسية خوف وطمأ و كلها مسألة نفسية وجانب نفسي تمام طيب كيف انت تتحكم وتسيطر على هذا حسابك تمام في ظل المخاوف هذه والاطمان تمام هذا الريسك بروفايل اخوان راح يحدك من اليمين ومن الشمال لا خوف ولا طمع راح يخليك ماشي في ترك تمام معروف انت رايح فين لا تقدر تتجاوز ويمين ولا تقدر تتجاوز ويسار فهذه تمام مهمة الريسك بروفايل اللي الحين راح نشوف هذه اخوان الريسك بروفايل او التحكم في المخاطرة اوكي طيب عندنا اخوان بعض المعايير راح نقرأها بسيطة جدا وراح نقشها كذا ونتكلم فيها ببساطة اول شي اخوان اجمالي المخاطرة يعني هنا هنا اول عمود اخوان هو معايير المخاطرة اللي انا اشرح اشرحها راح اشرحها هنا لنفسي تمام وراح احط النسب اللي ايش هذا النسب اللي هنا هذي كل مضارب له طريقة مثلا انا اقبل واحد في المية انت تقبل خمسة في المية لكن لا تتجاوز خمسة في المية يعني فيه من واحد الاخمسة في المية تمام فخلونا نقرأ معايير المخاطرة اول شيء اجمال المخاطرة يعني اجمال المخاطرة اخوان يعني انا حسابي مثلا 100 ألف دولار تمام وابغا اشتغل في الفوريكس هذا قرار اتخذ وأملك بعض الأدوات وحضرت لدورة وعارف بعض المعلومات وكذا وبسم الله تمام كم أقصى مبلغ ممكن تتحمله كخسارة هذا المبلغ يا أخوان كم أقصى مبلغ يعني بقول لك شغلة انت لو معاك مليون ورحت عند أحد الصناديق قلت لهم هذا المليون شغلوه تمام رح يسألون لك سؤال كم إجمال المخاطرة عندك فيعني انت هل انت تقدر تخسر كامل رأس مالك المليون هذا كامل أو انك عندك نسم معينة ورح تقول لهم إيش لا يا حبايبي اشتغلوا لي أنا أثق فيكم اشتغلوا لي تمام بس إذا وصلت الخسائر 20% من رأس المال لو سمحتم رجعوا لي فلوسي تمام فالسوق الفوريكس سوق العملات نفس الكلام أو أسواق المال نفس الحكي أنا بشتغل معاك يا فوريكس بس لو سمحت بحط مئة ألف دولار بس لو سمحت إذا خسرت أنا مثلا 25 ألف دولار أنا رح أسحب ما تبقى من هذا المال اللي هو 75 ألف تمام وأروح أشوف يعني على قولة أخوان المصرين ده السوق مش بتاعك تمام هذا مو سوقك السوق اللي تخسر فيه 25 أو 20 إلى 25% هذا مو سوقك معلش يعني انت ليش تكابر انت منت قادر تربح 1% أو 2% وخسران 20 إلى 25% انت ليش تكابر وتظل في السوق أقول لك انت ليش تكابر لأنه الغرور اللي في داخلك يدفعك الانتقام تمام ليش أنا السوق هذا يخسرني أنا راح أخذ حقي منه تمام طب دقيقة دقيقة انت قبل ما تروح تنتقم من السوق وتأخذ حقك تمام شوف الأسباب اللي أدت الخسارة هذه ترى موجودة معاك لسه زي ما هي فانت راجع السوق تنتقم ولا تعوض ولا ترجع رأس مالك اللي خسرته راح تخسر أكثر لا وبشرك انك راح تدخل في متاهة الجانب النفسي تمام والضغط حتكون تحت الضغط وحيكون عندك مشاكل كثيرة في اتخاذ القرار لأنه يا أخوان القاعدة المعروفة انه لا تتخذ قرار وقت الغضب أو لا تتخذ قرار وانت تحت الضغط اهدى صلى النبي واهدى وبعدين راجع أمورك بعدين اتخذ قرار تمام فإجمال المخاطنة هنا هو المبلغ اللي ممكن تتحمله تمام في في السوق لكن إذا وصلت المبلغ هذا تسحب من السوق يا أخوان أنا أوصيكم تمام أنا أوصيكم إذا دخلت براس مال مثلا مثلا خنقول عشر ألف دولار وخسرت منه ألفين إلى ألفين ونصف وقف وقف مباشرة السوق مش بتاعك مو سوقك طب تبغي تكابر تقول يا براسيل هذا مو سوقك مو اشتخلك انت أنا بجلس في السوق انت حر بس أنا يا أخوان المسألة مو مسألة انه السوق حقنا ولا حقكم ولا انت تمنعني ولا لا أنا أعطيك نصيحة انه يا أخوان إجمال المخاطر هذا مهم جدا مهم مهم جدا 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 تمام حتى يا أخوان الناس اللي اللي عندهم فلوس يعني ملايين وتروح للصناديق يقول لهم كذا اشترت عليهم يقول لهم خمسة في المية تخسر وقف تمام لا وبعض الفنت يعني بعض إذا خسر عشرة في المية وقف تمام خلاص وصارت معايا في سنة من السنوات يا أخوان خسرت عشرين في المية وقفت تمام وقفت فوقفت واخدت نفس وراجعت طبعا توقف يعني انك تطلع من السوق وتشوف لك سوق ثاني أو انك اش تسوي أو انك تراجع أخطائك وتعدلها وتشوف وين الخلل وتعدله وبعد كذا ترجع السوق بعد ما تهدع طبعا برأس مالك الجديد اللي هو مثلا خلنقول ثمانية آلاف إذا خسرت ألفين من أصل عشرة وتبدأ بسم الله يعني مدام انك عدلت الخطأ هذا تحاول من جديد طيب المخاطرة لكل صفقة اجمال المخاطرة اوكي ما عندينا مشكلة فيها اخوان فهمنا طيب ما نسيت انه التكست مكفول يعني حارميني منكم يا اخوان فلو نقدر نفتح التكست بس المخاطرة لكل صفقة ايش يعني المخاطرة لكل صفقة تحسب عن طريق قسط طبعا مخاطرة لكل صفقة يعني يعني انا داخل الحين اليورو تمام اليورو و دخلت صفقة على الباوند اتفقنا يا اخوان كل الصفقتين هذه لازم تعمل حسابك في المخاطرة تبعها عندك رينج من واحد لخمسة في المئة طبعا خمسة في المئة يعتبر كثير مرة يعتبر كثير طبعا معظم المعظم الخبراء يعني يتكلمون عن نسبة واحد واثنين في المئة دائما تتكرر تمام انا عن نفسي ثلاثة في المئة اعتبر مقبولة تمام خمسة في المئة اه كثيرة شوي خمسة في المئة كثيرة فيها لكن مسموح عندك خمسة في المئة لانه في ناس يقول لك انا عندي استراتيجية قوية تمام عندك استراتيجية قوية تتحمل مخاطرة خمسة في المئة لكل صفقة تمام طبعا خمسة في المئة زي ما قلت لكم تعتبر كثيرة يعني يعني ايش الكلام هذا طيب يعني انا دخلت انا حسابي عشر الاف اتفقنا انا حسابي عشر الاف دولار وداخل صفقة واجمالي المخاطرة عندي اثنين في المئة اثنين في المئة دقيقة اخوان اجيب لكم ملف صغير كده عندي بس عشان نوضح الفكرة هذه طيب يعني خسارتك اخوان حتكون كم حتكون 200 200 دولار صح ولا لا حتكون 200 دولار طيب واضح الملف يا اخوان ما ادري واضح الملف ايه تمام انا حسابي مثلا خلال نقول حسابك اه خلال نقول حسابك 5000 دولار تمام هذا رأس المال الحالي وانت تبقى تدخل الصفقة هذه حلو تبقى تدخل الصفقة هذه بريسك 2% راح تكتب نسبة المخاطرة بالصفقة الواحدة بحطنا 2% راح يقول لك ايش المبلغ الذي تتقبله شوفينها المبلغ الذي تتقبله في حالة الخسارة انا بخسر والله 100 دولار انا اقبلها تمام ويقول لك على طول عدد نقاط وقفة الخسارة 50 هو يعطيك عدد نقاط وقفة الخسارة 50 تروح اش سوي انت تروح اش سوي اخوان هنا على الشرط اش سوي يعني خلينا 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 نقول انه ويعطيك اللوت طبعا ما ليس انا اللوت هنا سعيفين اللوت بوينت هو يعطيك يقول لك اذا خفض 50 نقطة راح ايش يصير راح تخسر 100 دولار تمام طيب انا ابغى انا عندي وقفة الخسارة مثلا 20 تمام ادخل بوينت فايف لاحظ اذا قل عدد النقاط زيد معك يزيد لكن وش الشي الثابت في الموضوع وش الشي الثابت في الموضوع الشي الثابت المية الدولار يعني انا ممكن اغير في عدد النقاط وممكن اغير في لكن الدولار الدولار المهم الدولار لا يتغير انا اكبر الاثنين في المية خسارة اتهى الموضوع طيب واحد يقول انا خمسة نقاط خسارة اوك خمسة نقاط معنى تدخل بثنين لوت. ما عندي مشكلة. ادخل بثنين لوت. لكن حافظ لي على الثلين في المية هذي ميت. طبعاً راح ايش? راح النقاط تصير خمسة. يعني لو انعكس عليك خمسة نقاط راح يخسرك على طول ميت دولار. تمام? اوكي اخوان? طيب. يعني هذا ما هذا بس اه حبيت بس اني دقيقة. اوكي. حبيت بس اوريكم كيف? ايش يعني الكلام هذا? كويس اخوان? لكل صفقة اثنين في المية. خلونا نتفق على اثنين في المية. طبعاً هنا من واحد الى خمسة في المية انا تركت لك المجال. في ناس تحط اربعة في المية. في ناس تحط اثنين في المية. في ناس لا واحد في المية اثنين في المية. اوكي? طبعاً لو خسرت عشرين صفقة متتالية. لو خسرت عشرين صفقة متتالية وانت معامل المخاطرة عندك واحد في المية راح تخسر العشرين في المية من اجمالي رأس مالك تمام هذا عشرين صفقة متتالية وهذا مستحيل في نظري انك تخسر عشرين صفقة متتالية تمام فانت هذه تحسبها بس لازم يكون عندك الصفحة هذه تطبعها الصفحة هذه تطبعها تمام وتكتب هذه النسب وتلتز تمام المخاطرة رفعها طيب اه طيب هنا تحسب عن طريق قسمة اجمالي المخاطرة على على عشرين اجمالي المخاطرة على عشرين يعني انا اجمالي المخاطرة اللي هو هذا عشرين في المية على عشرين يعني بدخل بكم واحد في المية اوكي هذا للمتاجرين الجدد ما عليش انت جديد لا تنسوي زي كده على انت تتمرس للقدامة تكون مساوية للمتوسط صفقاتك الشهرية تمام اوكي اخوان يعني متوسط صفقاتك تكسمها على ايش تكسمها على عشرين قسم تجمالي المخاطرة على عشرين تمام اوكي اخوان هذه واضحة طيب عدد الصفقات المفتوحة اخوان اسم المخاطرة الفعالة هي عدد الصفقات المفتوحة والمعرضة للخسارة لكل الادوات الاستثمارية اوكي يعني لكل الازواج اللي انت فاتح يعني حنا نقول من اثنين لاربعة يا اخوان انا بعض احيان اتفاجأ بواحد فاتح لي يا اخوان طاق 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 ستين زوج يعني بايع اليورو ومشتري الدولار قيندي وبايع الدولار ريين ومشتري اليورو استرالي ومدري ايه ليش هذا كله ليش انت عارف هذا ايش معناته انت اذا فتحت اكثر من اربع صفقات معناته يا صديقي اسمع مني معناته انت يبغى لك تتابع اربع شارتات تمام خلون نقول انت فاتح خمس صفقات معناته على اكثر من الادوات الاستثمارية معناته انت تتابع خمسة شارتات ولاحظ الشارت الواحد انت قاعد تفتح مثلا فريم نص ساعة وفريم ساعة وفريم يومي يعني لو بس تبغى تتابع على الفريمات يبغى لك خمسة عشر شارت لانك يفاتح خمس صفقات على خمسة ازواج في ثلاثة فريمات عندك خمسة عشر شارت لازم تنظر لها في نفس الوقت تتراقبها اوكي او تتنقل بينها طيب ايش المشكلة الثانية انه عندك خمسة ازواج مثلا وانت مثلا تتابع الاخبار الله يعينك الله يعينك تابع اخبار الاستراليا وتابع اخبار كندا وتابع اخبار بريطانيا وتابع اخبار ها الله يعينك نقول تمام تقول تابع هذه كلها لاحظ انت عندك خمسة وعندك خمسة وعندك في واحد مثلا بتعمله تتبع 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 مثلا والثاني لا تبغى تبغى تزود فيه تعزز مثلا تعزيز التبريد طبعا راح نتكلم عنه ممنوع التبريد لانه متاجرين الجدد ممنوع التبريد لانه فلس واحد بسبب التبريد تمام وكثيرين فلسوا بسبب التبريد فلا تبرد حاليا اوكي وقف الخسار فمن هنا نقول يا اخوان يجب عليك ان تشتغل ايش تعخذ لك من زوجين الى اربع ازواج بالكثير ماكسيما ماذا اذا انت نشيط وحالتك الصحية والنفسية كويسة تمام ممكن الى ثلاثة الى اربعة عشان تقدر تتابعه تمام مع الاخذ بعين الاعتبار درجة الارتباط بين المنتجات التي تم التداول عليها حاجة اسمها الكوريليشن او الكوريليشن فلتر الحين ممكن نشوفه تمام الارتباط يا اخوان يعني ايش الارتباط من يقول لي اذا صعد اذا صعد الدولار الذهب ايش يصير فيه ياصعد ولا ينزل لازم تعرف الارتباط اللي بينه طي النفط والكندي دولار كندي والنفط ايش يصير بينهم يعني مو تروح تبيع الدولار كندي وفي نفس الوقت تبيع النفط يعني تشتري النفط اكسو يعني تبيع الدولار كندي وتشتري النفط طيب وش الفائدة ليه لانهم عكس بعض يا اخوان هذا يصعد وهذا ينزل طيب اذا انت شريت هنا وبعت هنا ايش كانك سويت ولا شيء ما كانك سويت ولا شيء كانك اعطيت الشركة العمولة وانت هنا يعني بمعنى اخر تشوف اليورو مثلا ما تروح يعني تدخل ازواج متشابهة تمام لها نفس السلوك مثلا تبيع الباوند وتروح لحاجة ثانية تمام استرالي مش عرفيش تشتريه وهكذا تمام طبعا في موقع في موقع يتكلم عن الشيء هذا لكن اذا 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 تبغونا نشرح عليه شرحنا عليه اذا عشان نمشي بس في الكورس لانه هذه من الشيء المهمة او يا اخوان او ثقف نفسك في هذا الموضوع اللي هو موضوع الارتباطات بين الازواج بسيطة انت لو تفتح جوجل وحتى لو تفتح الصور كده راح تلاقي معلومات كثير عن الارتباط بين الازواج تمام حاول انه الازواج اللي تأخذه تكون منفصلة عن بعض يعني مو اذا صعد واحد الثاني يصعد او اذا صعد واحد الثاني ينزل لانه انه تشتري واحد وتشتري مع زوج اخر تمام واذا صعد هذا بيصعد الثاني طيب خلاص اشتري في صفقة واحدة يعني يشال فاحم قصي طيب اخوان اذا اه المخاطرة الفعالة هذه من الاشياء المهمة هذا من الاشياء المهمة اه المخاطرة فعال لكل أداء استثمارية تمام وهي عدد الصفقات المفتوحة المعرض الخسارة في كل أداء استثمارية من واحد لثلاثة أقصى مخاطرة يومية هنا يا أخوان أقصى مخاطرة يومية وأقصى مخاطرة أسبوعية شايفين الريسك بروفايل بسيط يعني كله بسيط بس انت اطبعه كده وخليه قدامك فقط والتزم أقصى مخاطرة يومية هي الحد الأقصى للخسارة التي ممكن ان تتعرض لها في يوم واحد يعني انت حسابك انت حسابك خمسة ألاف مثلا خلنا نجيبكم هنا شوي او حسابك هنقول سابعة ألاف وخمسمائة واربعين تمام اذا خسرت ثلاثة في المية من الحساب يعني ميتين ستة واربعين دولار تمام وقفت لا تشتغل اليوم شكرا لك انت عندك مشكلة الموجة مش بتاعتك يا أخوان حنا نحلل في السوق يجينا أيام يا أخوان يجينا أيام نكسب مبالغ يعني السوق ماشي معاك ويجينا أيام والله لو مدرش تسوي لو تحاول تقرأ الكف صلى الله عليه وسلم ما السوق ما راح يعطيك نقطة واحدة للأمانة هذا كلام حقيقي ترى يصير والمتاجرين اللي في السوق يعرفون هذا الكلام في أيام يا أخوان سبحان الله كأنها أيام حظ تمام الدنيا ماشي معاك كويس وفي أيام سبحان الله لو مدرش تسوي لو مدرش تسوي راح تخسر تمام السوق ما راح يطاوعك فأنت كيف تعرف انه هذا ولا يومي ولا هذا مش يومي على قوله تمام بمجرد توصل خسارتك إلى الرزق اليومي اللي هو ثلاثة في المئة اللي هو ميتين ستة وعشرين وقف تداول اليوم اليوم مش بتاعك روح روح سوي لك شغلة ثانية اليوم مش بتاعك تمام لا تقول لي أنا واثق يا أخوان في بعض الناس يقول لك أنا واثق من التحليل ترى اللي يخسرون ترى كانوا واثقين من التحليل شفيكم يا أخوان ترى هم ما دخلوا عشان يخسرون هم دخلوا عشان يربحون وكانوا واثقين وعكس عليهم السوق وخسروا فأنت أنت واحد من الناس يعني واحد من المتاجرين يعني وش زايد عنهم فيه ما في فرق ترى كلنا كلنا سواسية في السوق كل واحد له رأي ولكن السوق له رأي آخر مختلف عننا كلنا فأنت كيف تعرف إنك والله اليوم مش ولابد ثلاثة في المئة من الحساب وقف تعال بكرة الموجة مش بتاعتك تمام حركة السوق أنت ممكن أخطأت في التنبؤ فيها أوكي طيب طيب الحد الأقصى للخسارة التي هذه أقصى مخاطرة أسبوعية راح نتكلم عن الحين عن أقصى مخاطرة أسبوعية هي الحد الأقصى للخسارة التي ممكن أن تتعرض لها في أسبوع واحد وتكون ضعف أقصى مخاطرة يومية تمام في حالة الوصول له يجب أن تتوقف إلى نهاية الأسبوع ممتاز يعني أنا بدأت الاثنين مثلا أصبح يوم الاثنين علينا و أشتغلت وخسرت ثلاثة في المية ووقفت يوم الثلاثة يجي وخسرت ثلاثة في المية يا الله شفيه في مشكلة طيب الأربعاك إذا مثلا يدوب كسرت ثلاثة في المية ثلاثة في المية ووقف خلاص إذا وصلت عشرة في المية من ثمانية إلى عشرة في المية أخوان من ثمانية إلى عشرة في المية آسف من ثمانية إلى عشرة في المية أو من سبعة إلى عشرة في المية في الأسبوع ووقف طول الأسبوع يعني وصلت وصلت هذا النسبة يوم الثلاثة ويوم الربوع ووقف خلاص إلى يوم الأحد القادم تمام انت وصلت لأقصى مخاطرة اسبوعية لو استمرت تحت الضغط راحت انتقم من السوق يا اخوان في حاجة اسمها انتقام من السوق كلها نعرفها تمام السوق خسرني انا لازم اجيب حقي منه وهذا كلام غلط وهذا كلام خطأ السوق يا اخوان اذا خسرك في اليوم ثلاثة في المئة توقف عن العمل وتعال بكرة اثنين السوق اذا خسرك عشرة في المئة خلال الاسبوع توقف عن العمل طبعا من سبعة الى عشرة في المئة اوكي توقف عن المضاربة توقف عن كل شيء وشوف لك شغلة ثانية لا تقول لي لا تقول لي يعني حتى لو بقول لك الطريقة انك يعني في بعض الناس عندهم هوس المضاربة او جنون المضاربة او حبل وعشق هذا السوق اللي بس يبغي يضارب ويتواجد فيه بسيطة يا اخوان اشتغل ديمو حاول انه الطاقة اللي عندك هذه الطاقة السلبية لانه خسرت انت مخسرت سبعة الى عشرة في المئة وما تبغى يعني ما تبغى توقف اشتغل على الديمو الله لا يهينك حاول توزع طاقاتك السلبية هناك في الديمو ولا توزعها في رأس مالك الحقيقي عشان ما تخسر اذا يا اخوان بهذا الاسلوب انا تحكمت في المخاطرة طبعا يا اخوان بالنسبة للملف هذا تمام بالنسبة مثلا لهذا الملف هذا الملف يا اخوان ببساطة طبعا انا كتبت هنا هذه الاية الكريمة لانها طبعا تسقط على اي حاجة لانه انا مثلا قاعد اخسر فانا ابغاكيش ان الله لا يغيروا ما بقومن حتى يغيروا ما بانفسهم يعني انت قاعد تسوي شيء وتخسر تعمل طريقة معينة وتخسر وتعمل الطريقة معينة وتخسر كل يوم قاعد تخسر طيب يا اخي من الجنون انك تسوي نفس الطريقة وتتوقع نتائج مثلا مختلفة فلازم تغير الطريقة وتغير ما في نفسك تمام غير الطريقة واستخدم هذا الجدول ببساطة انا حسابي اليوم سبع الاف وثمين مية مثلا تمام وداخل صفقتين وعندي رزق اثنين في المية لكل صفقة كويس بمجرد يا اخوان بمجرد تحط طبعا مية مثلا السبلوز شو كيف يقولك ادخل بوينت وان سكس تقوله سبعين نقطة الوقف يقولك بوينت تو تو طيب الوقف يا اخوان الوقف نحدده عن طريق ايش الوقف كيف تحدد الوقف لانه اسمع لانه انت في بعض الشباب وقفهم يقولك انا ما ينعكس عليه السوق كثير خمسة نقطة اذا عكس علي انا اعتبر الصفقة هذه يعني غير غير سليمة فهو يستخدم مثلا ستة نقطة زي كده فتلاقيه يدخل بلد عالي جدا تو بوينت سك بس بشرط تحافظلي على الخسارة هذه مية وستة وخمسين دولار اللي اثنين في المية ادخل بان شاء الله ادخل بعشرين لوت لكن المهم عندي انه تحافظلي على نسبة المخاطر بالصفقة الواحد اللي اثنين في المية اوكي اللي هي بالدولار مية وستة وخمسين في حالة كان حسابك سبعة الاف وثمينمية اتفقنا يعني هذا يخليك يخليك تتفاهم مع السوق طيب كيف كيف حدد وقف الخسارة مثلا خلينا نقول خمسين كيف نحدد وقف الخسارة خلوني اعطيكم حاجة اذا قدرتوا تكتبوها معايا اذا سمحتم يا اخوان يعني انت مضاربة يومية المضاربة اليومية اخوان عندك من ثلاثين الى خمسين نقطة المضاربة اقصى اقصى مضاربة اقصى استبلوس تمام في المضاربة اليومية من ثلاثين الى خمسين نقطة تمام هذا سكالبل طيب المتوسط يا اخوان اللي هي من يوم لاسبوعين لثلاثة اسابيع او لاسبوعين من يوم لاسبوعين لثلاثة اسابيع الوقف يكون بالكثير مية نقطة وقفك يا اخوان مية نقطة انا داخل الزوج هذا مية نقطة حط كده مية نقطة شوفوا لاحظ انا محافظ على ايش المية وستة وخمسين دي حطيت مية نقطة طيب انا شايف انه الزوج هذا ممكن يتحرك على المدى المتوسط تمام من يوم الى الاسبوعين وقف الخسارة بالكثير مية بالكثير بالكثير مية عندك من خمسين لمية الهدف طيب الهدف يجب ان يكون اقل شي ميتين نقطة تمام اقل الحاجة ميتين لثلاثمائة نقطة هدفك يعني اذا كان وقفك مية اهدافك ميتين وفوق وانت طالع ميتين مثل ميتين وخمسين نقطة مثل ثلاثمائة نقطة لحي حني جعلها في جودة الصفقة تمام اربعمائة نقطة ممتاز طيب اذا كنت انت مثلا مدى بعيد يعني مضارب على المدى الحلو ايش تبغى تسوي هالطول وقف خسارتك من مية وخمسين لميتين نقطة لاحظ لكن هدفك اكل الشي ثلاثمائة نقطة يعني لو بدخل الصفقة انا مثلا بدخل يورو دولار بيع اوكي وانا شايف انه اليورو دولار في قمة مثلا وفي خمسمائة نقطة هبوط مثلا في خمسمائة نقطة هبوط بس ما ابغى ابغى على مدى شهر ما عندي مشكلة او شهرين واحقق الخمسمائة نقطة هذي ما عندي مشكلة فايش تبغى تسوي على طول وقف خسارتك وقف خسارتك كم مية وخمسين مية وخمسين ميتين نقطة ما عندك مشكلة تمام لكن بشر او ميتين نقطة شوف بكم بتدخل اللوت باوين زيرو اي تمام ايو لازم وهدفك ان شاء الله كم خمسمائة نقطة حلو يا اخوان هدفك خمسمائة نقطة اذا بهذا الاسلوب ملف بسيط جدا ممكن تلعب فيه زي ما أنا قاعد احرك الاشياء هذي تمام اهم شي ثبت لي الاثنين في المية طيب انا مثلا مغامر ابغى اربعة في المية اوكي اربعة في المية معناته انت تتقبل خسارة ثلثمية واثنائش لكل صفقة انتفقنا انت قاعد تتقبل ثلثمية واثنائش خسارة لكل صفقة طيب اذا هذا هو التحكم المخاطرة وهذا هو الرزق بروفايل تمام النسب هذه النسبة حددها المهمة اجمال المخاطرة هذه من عشرين لقبز وعشرين لا تتجاوزها يعني خلاص انت كل ما تخسر عشرين الى خمسة وعشرين توقف ويشوف ايش الاسباب اللي خلتك تخسر اوكي الصفقة الوحدة المخاطرة لكل صفقة من واحد الى خمسة في المية تمام يعني اثنين في المية زي قبل شوي اربعة في المية ثلاثة في المية ما عندك مشكلة المخاطرة الفعالة عدد الصفقات المفتوحة للمراكز من واحد الى ثلاثة يا اخوان هنا مثلا عدد الصفقات المفتوحة المعرضة للخسارة في كل اداءة استدمارية من واحد الى ثلاثة عندي هم شيء اقصى مخاطرة يومية هذه وهذه الاثتين الاخيرة مهمة جدا وتكاد تكون محور الحديث تكاد ان تكون هي محور الحديث انك خلاص اذا حققت خسارة ثلاثة في المية وقف اليوم ليش انا بغى احميك وابغى احميك من ايش من نفسك من ظلم النفس لانه يا اخوان انت اذا اذا خسرت تراك تدخل في في حالة نفسية تمام انه انا ليش خسرت وانا ابغى اعوض طيب انا ابغى اعوض افتح الجهاز واشوف لي اي صفقة تمام اشتري فازيد اخسر اكثر فتصل خسارتك من ستة في المية فتتوتر اكثر تطلع عن طورك تبدأ تخسر الحساب فلا انت اذا خسرت ثلاثة في المية توقف صديقي وتعال بكرة وصدقني يعني اذا توقفت وجيت بكرة تراك بتنام وبتاكل اكل حلوة وبتروح مع الشباب وبتقابل اخوياك في العمل يعني بتتغير نفسيتك شوي لما والسوق سلوكه الموجة اللي ما ربحتك دي بتتغير شوية تمام فانت راجع للسوق بصورة جديدة وبشكل جديد تمام ممكن تتخذ قرار في في ابشع الاحتمالات توقفك ورجوعك اليوم الثاني هو افضل هذا في اسوأ الاحتمالات والحد الاخصى الخسارة في الاسبوع 10% وتتوقف وتشوف انت اشقا تسوي طيب عندنا اخوان هنا حاجة طبعا من اهم الاشياء المتاجرة بجودة عالية حاجة اسمها يا اخوان الرشيو الرشيو مهم جدا وفيه ناس كثير ما انا عارف هي ما فتحت اكسل اتكد لا تفتح اكسل وتشوف الكلام هذا كيف عشان تقتنع عشان تدرك اه يعني انا بش رح لكم الحين لكن ابيك تفتح اكسل وتطبق الكلام هذا عشان تدرك هذا الكلام اللي قاعدين نقول يعني ايش المتاجرة بجودة عالية اخوان طبعا المتاجرة بجودة عالية هي انك اذا دخلت صفقة او صفقاتك اخوان مثلا انت بسوي عشر صفقات اوكي العشرة صفقات هذه قول انت مثلا يعني محلل شوي ها يعني او انك يعني قراءتك لسوق متوسطة خلنقول خمسة صفقات ناجحة تمام خلنقول خمسة صفقات ناجحة وخمسة صفقات خاسرة طيب اخوان خلونا نجي هنا اللي في النص هذا هذا خلونا نبدأ بهذا انت عندك خمسة صفقات خمسة صفقات اه خمسة صفقات خمسة صفقات خاسرة وعندك خمسة صفقات ما شاء الله حققت الهدف وكان في كل مرة هدفك تمام هدفك مئة نقطة في كل مرة يعني اذا نزل السوق ضربك مئة نقطة واذا ساعد ضربك مئة ومثبت اللوت انت كذا النتيجة صفر يا اخوان النتيجة صفر فانت واحد الى واحد وانت خمس صفقات كسبانة وخمس صفقات خسرانة فالنتيجة راح تكون صفر راس مالك زي وما تغير طيب متى يبدأ يتغير راس مالك اه اذا كان اذا كان مقدار الربح الذي يتوقعه المتداول مقارنة باع مقدار محدد من المقاطرة في صفقة معينة يعني اخوان اذا انت تربح هنا تو مقابل ون يعني ايش تو مقابل ون يعني انا اربح مئة نقطة مقابل صفقة يعني ربحت انا مئة نقطة في الصفقة هذه واذا خسرت صفقة ثانية ابخسر خمسين فقط طيب فتخيل معي خلونا نقرى المثال هذا عليها فاهمين اخوان ولا ايدة وصلت وصلت ولا ايدة طيب خلوني اعيدة يا اخوان الحين انت لو انك تاخل السوق مثلا ب برشيو واحد الى واحد ومثبت الكلام اللي قلناه قبل شوية انه اثنين في المية والاشياء هذي فانت ما رح تستفيد شي اذا اذا ما رح تستفيد شي اذا كانت عندك خمسة صفقات خسرانة وخمسة صفقات كسبانة متى تستفيد تستفيد اذا كان عندك سبع صفقات ربحانة وثلاثة صفقات خسرانة طبعا هذه النسبة نسبة كبيرة جدا نسبة نجاح نجاح آلية سبعين في المية تمام يعني متوسط نجاح المضاربين وكبار ومتداولين تقريبا ثلاثة وستين في المية يعني من ضمن من كل عشر صفقات ستة تمام هذا المضاربين وكبار اوكي اخوان بس اش اللي خليهم يستمرون وينمون محافظهم انه الريشيو الريشيو اخوان انه اثنين الى واحد اقل شيء او ثلاثة الى واحد او اربعة الى واحد تمام طيب خلوني اجيب لكم عن طريق الاكسل تمام خلوني اجيب لكم هنا كويس انت خسران مثلا خلونا ما ليش كده شوية اربعين اوكي انت عنده خمس صفقات خسرانة وعنده خمس صفقات هنا ربحان تمام طيب انت هنا هذا واحد هذا واحد الى واحد واحد الى واحد طيب واحد الى واحد يعني انك كسبان مية مية نقطة مية 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 واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة هذه كم مجموعة اخوان خمس مية اوكي طيب انت هذه هذه انت خسرة انت خسرت هذه وهنا اللي بالاخضر يا الله اللي بالاخضر انت كسبان كسبت مية نقطة وهنا مية ما شاء الله وهنا مية وهنا مية وهنا مية وسار المجموعة خمس مية طيبiac اش لك كسبان كدا هذه واحد يا اخوان هذه واحد واحد الى واحد تمام طيب متى متى تسير متى تسير كسبان شوي خلونا نقول دقيقة بس هذا فهم غلط تمام اثنين ارباح اه لاحظ معايا اثنين ارباح الى واحد خسائر اثنين ارباح الى واحد خسائر يعني هنا خلونا نقول انت كسبان خمس صفقات متين ويا الله هنا ميتين وهنا ميتين وهنا ميتين وهنا ميتين راح يصير كم يا اخوان خمسة راح يتكسبان الف دولار الف نقطة طيب لما نكون ثلاثة الى واحد لما نكون ثلاثة الى واحد هنا ثلاثمية ثلاثمية برضوrebbe خسائر الف خمسة عشر نقطة او الف وقمسة بينا نقطة تمام يا اخوان فانت ايش تسوي طيب الحين الحين هذه الحين هنا النسبة واحد الى واحد ميتين دولار ضرب اربع صفقات ناجحة هذا المثال اللي هنا موجود تمام راح يوضح لك العملية عندك ميتين دولار النسبة واحد الى واحد ميتين دولار ضرب اربع صفقات ناجحة تمام؟ ناقص ميتين دولار ضرب ستة صفقات خاسرة يعني ايش الكلام؟ يعني انت عندك ستة صفقات قاعدة تخسر وكل صفقة انت خسران فيها ميتين. يعني كم؟ يعني الف وميتين. طيب حلو. انا خسران انا خسران هنا الف وميتين وهنا في الربح. ميتين دولار قاعدة اربح في اربع صفقات يعني ثمونمية نقص هذا من هذا يطلع الخسارة كم؟ اربعمية طيب. خلينا ناخذ النسبة اثنين الى واحد. انت قاعد تربح اربعمية دولار في اربع صفقات تمام؟ هذي بمثلا بألف وستمية ناقصا عندك ميتين دولار اللي هي هنا اثنين الى واحد الان بس قاعدة تخسر عدد صفقات اكبر تخيل انت قاعد تخسر ستة صفقات وتربح اربع صفقات لكن الريشيو مختلف فهنا يطلع ربح اربعمية دولار اللي هو كمي اخوانا اربعمائة دولار كيف طلعك اربعمية في اربعة بألف وستمية دولار ربح ناقص 1200 دولار خسارة يطلع ربح 400 دولار على الرغم او بالرغم من انك خسران 6 صفقات تمام بالرغم من انك خسران 6 صفقات طيب تعالوا ناخذ هذه 3 الى 1 3 الى 1 معناته انا حكسب 600 دولار من 4 صفقات ناجحة هذه ب2400 دولار ناقص عندي 200 دولار في 6 صفقات خسرانة شوفوا عدد الصفقات اكبر يعني انا محل لك عليه فعندي 200 دولار بس عندي الريسك مانجمنت عالي هنا يعني حاط رشيو 3 الى 1 ومثبت الخسارة 200 راح اضرب 200 في 6 طبعا بـ 1200 ولما تنقص 2400 ناقص 1200 اطلع لك الربح كم 1200 دولار شايف كيف هذه اخوان الشيء المهم في الموضوع كله الريسيو لا تدخل صفقة الا بهذا الاسلوب يا اثنين الى واحد او ثلاثة الى واحد او ما زاد طبعا كل ما زاد كل مكان افضل طيب فين الخسائر الخسائر هنا انك تدخل بستوب مية وخمسين وهدف خمسين وين رايح صديقي يعني راح تخسر راح تخسر او تدخل ثلاثين نقطة اذا كان وقت خسارتك ثلاثين نقطة الربح لازم يكون اقل شي ستين اقل الحاجة ستين تمام ستين او خمسة سبعين او تسعين ممتاز او كي اخوان هذه شغلة مرة ضرورية ومهمة او كي ننتقل الى ننتقل شريحة ثانية اخوان وضحت هذه او كي هنا اه اقطع خسارك ولا حق ارباح استخدم وقف الخسارة يا اخوان وقف الخسارة هذا ترى ترى مهم جدا نستخدم لانه اش بيسوي بيحمي حسابي يعني انت يعني انا مرة اخوان زمان كان عندي حساب صغير وانا اتعلم فوركس فقاعد اتعلم وقف الخسارة وقاعد اتعلم هذا والاشياء دي يعني زمان الكلام فجاء خبر على الزوج اللي انا اشتريت زوج ونسيت احط وقف الخسارة مولي شي يعني انا ما اتكبرته هذا قاعد اطبك قاعد ادرسه اطبك فنسيت احطه وقف الخسارة نسيت ما صار يعني انا انا نسيت اه صحيت الصباح لقيت حسابي متمرجن يوم جيت الاثاري في خبر وطلع الخبر وعكس الزوج علي وضرب الوقف الخسارة بعدين راح في طريقه يعني راح في الاتجاه اللي انا معطيه بس تعال تعال هنا وش صار صار انه ضرب وقف الخسارة انت ما تضمن السوق ولا تضمن تحركاته مو ضرب وقف الخسارة ضرب الحساب كله فانت لو حطيت وقف الخسارة هو راح يضرب وقف الخسارة الميتين دولار الثلاثمية دولار على فكرة هذه امثلة ممكن حسابك يكون مية الف يكون وقف الخسارة عندك الف دولار واحد في المية فهذه امثلة اخوان حتى يعني نقرب الصورة شوي فاستخدم وقف الخسارة واستخدام وقف الخسارة يعني ليس امر اختياري هذا ضروري تسويه لانه يحمي حسابك ويمنع خسارك من الزيادة الغاء في اي لحظة تقوم بإلغاء وقف الخسارة فهي انت اذا ما تحط وقف خسارة في واحد معنا موجود بدون ذكر اسمها بدون شي امس ضرب عليه الحساب بسبب انه ما حط وقف خسارة سألته ايش السبب بطريقة مباشرة ما هو سبب المرجنة قال ما حطت وقف خسارة اوكي انتهى الموضوع بالنسبة لي ايش السبب ولا تروح لا تدور الا استراتيجي اللي هو شغال عليها ولا خطة العمل ولا اي حاجة خلاص هو عنده مشكلة هو ما حط وقف خسارة تمام عشان كذا ضرب الحساب هذا نتيجة واضحة لسلوك معين طيب طبعا لما نسألته لما نسألته ليش نرجع للمشكلة اللي كل لنا على الشارت خلونا نفتح اليورو دولار وينك يورو دولار موجود هنا اه اوكي 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 اليورو دولار الاتجاه ايش هو الاتجاه اخوان صاعد الاتجاه هذا صاعد طيب تدخل تدخل معا بيع ليش طيب تدخل معا يا اخوان يعني والله الموضوع بالنسبة ليه بصراحة موضوع بسيط تمام هذا اتجاه صاعد تدخل معا بيع هنا ليش هنا على بالك ان القمة هذة بترد يعني على تحت لا غلطة الاتجاه صاعد صاعد تمام اذا دخلت انا دخلت هنا انا ابغى ادخل هنا تمام وقف خسارة فوق هنا انتهى الموضوع يعني لا تكابر لانو الاتجاه بياخذك معا وبيخسرك ويمرجنك راح يمرجنك اخوان الحساب يعني هي ما هي لعبة اهو من هنا لين هنا كم خمس مئة ستمية نقطة خمس مئة نقطة وانت داخل بكملت راح يمرجنك تمام فيا صديقي يا صديقي لا تخالف الترنت فقط هذا الترنت صاعد كده لا تخالف الترنت حاول تشتري من هنا حاول تشتري من بعد التصحيح تمام طيب انا انا ابو رسيل انا داخل بيع على هذه العملة للامانة دخلت بيع والحمد لله كسبا بس كيف دخلت بيع تعالوا ناخذ هذا كل رد على سؤال على صديقي اللي قال اللي قال انا كل ما ادخل يضربك بخسارة بعدين ايش بعدين يروح طريقه طيب انا عشان ادخل هنا فوق حطيت ثلاثة انا مثلا ادخل بمثلا بوينت ناين او بواحد لوت فاشي سويت انا ادخل بواحد لوت يا اخوان او بوين بوينت انا ادخل بوين بوينت حسب ادارة المحفظة حق تيوك تمام ادخل بوينت بوينت ايس سويت رصيت هنا معلق اوامر معلقة ورحت ثلاثين نقطة ورصيت بوينت ثري ورحت ثلاثين نقطة ورصيت بوينت ثري ايس سوى هو صاعد نفذ لي كلها ونزل اعطاني ربح الان تمام وهو نزل اعطاني ربح طيب لو صعد هنا وقف خسارتي هنا. وقف خسارتي للثلاثة هذه هنا. يعني ايش يا اخوان اللوت اللي انت تبغى تدخل فيه دائما وهو الرزق بالرزق بروفايل تبعك اللي هو مثلا انا تخبل خسارة خمسة في المية او اربعة في المية كل اربعة في المية تقسمها هنا واحد في المية واحد في المية وكل الخسائر حقتها تكون هنا بكم? باربعة في المية من حساب. اتفقنا يا اخوان? يركس عليك اليورو ضربك اربعة في المية. راح معاك اليورو كذا? ايش تسوي? هنا اخوان لاحق ارباحك. خلاص. لاحق الارباح واقطع وقف الخسارة. حكس عليك هنا اقطع وقف الخسارة. تمام? يعني لو لو افترضنا. لو افترضنا انك دخلت حطيت كذا خطك وقلت يا والله انا بادخل بيع هنا مثلا. طيب. اذا دخلت بيع هنا مثلا عشان القمة هذي انت متوقع انه يوصل القمة هذي وينزل. مثلا. تمام? طيب هو ما نزل صعد. خلاص? تجلس معاه? يا حبيبي يا اخويا يا صديقي. تجلس معاه خلاص? يصعد زي كده? تجلس معاه طيب الان متى? اليل تتمرجن صح? طيب ليش كده? ليش كده? طيب انا بقول لك ليش انت جلس معاه? انت ما تبغى تجلس معاه ان انت تمرجن. انت في بالك انه بيصعد شوية كده بعدين يعكس ويمشي على تحك. وهذا الكلام غلط. لا تتعامل مع السوق على هواك. تمام? لا تتعامل مع السوق على هواك. تعامل مع السوق يا اخوان بمنطقية. طق. انا ابغى ادخل هنا بيع. ابيع هنا هنا وهنا وهنا اوزع اللوت تبعي الى اربع اقسام ثلاثة اقسام. والرس عشان ما يضرب عليك وقف الخسارة. تمام? ترس ثلاثي نقطة ثلاثي نقطة ثلاثي نقطة ثلاثي نقطة وتخليه ينفذ لك. بعدين اذا ما طاعك ضرب وقف الخسارة عليك خلاص وقف الخسارة هذا شيء مفروغ منه 4% 3% لكن اذا مشى معاك يعطيك ربح على طول ايش تسوي تحاول انك او انك يا اخوان تعمل تمام تتبع الوقف الخسارة والجني الارباح والتأمن على صفقاتك تمام يا اخوان طيب برضو ولكن يجب ايضا ان تحمي ارباحك حتى لا تتحول الصفقات الى الرابحة الى خسارة يعني ايش الكلام هذا هنا يا اخوان في قاعدة حلوة فيها ابعطيكم اياها الحين اذا انت هدفك 100 نقطة والزوج مشى معاك في اتجاهك 25 نقطة هذه النسبة كم تشكل تشكل 25% على طول يا اخوان تروح تأمن الصفقة وتعمله على 25 راح هو ايش يسوي راح يحفظ لك 25 نقطة هان تمام بمعنى انه تحافظ على ربحك او انك ما تقلب الى خسارة اذا اذا هدفك مشى اذا هدفك اخوان مشى 25 اذا انت كان هدفك مثلا دخلت هنا واكس عليك السعر دخلت هنا وهدفك هين 100 نقطة هدفك من هنا الى تحت 100 نقطة تمام وانت بايع هنا مسوي سيل اتفقنا طيب مشى معاك هو نص المسافة الين هنا ايش تسوي تجيز تتفرج وقف خسارتك كان هنا على طول تسحب وقف الخسارة ها اذا مشى 25 يعني 25 نقطة ايش تسوي تحط وقف خسارتك على الدخول بالضبط او تعمله تمام تعمله تريلينج تريلينج ستوب بمعنى يا اخوان انه اذا اذا مشى هنا خمسين اذا مشى خمسين مثلا تعمله تريلينج ستوب تختار 25 راح ايش يسوي هو راح يقدم لك وقف الخسارة هنا طيب عكس السوق شوية عليك كذا بعدين كمل في الطريق كل ما كمل في الطريق تحت راح هو ينزل هنا تمام الين قبل هدفك مثلا عكس كذا ضرب ضرب وقف الخسارة خلاص انت كسبان هنا تقريبا تقريبا ها 35 الى 40 نقطة تمام خلاص كويس الحمد لله او 35 نقطة او انك يعني ها او انك ايش تسوي تدول لنقطة جديدة يعني مثلا تبيع هنا عند خمسين نقطة وتبحث عن نقطة جديدة للبيع بمعنى تشد المقاومة زي كذا اذا وصل هنا تبيع مرة ثانية تمام وخسارتك هنا صفقة جديدة وهكذا يعني تحاول تحمي حسابك او تحمي ارباحك تمام الصفقات الرابحة لا تتحول الى خسرانة صفقة انا رابحة عندي لا تتحول الى خسرانة تمام يعني حاول انك يتأمن على الصفقة او تحجز نسموها حجز انك تحجز الربح هذا خمسة وعشرين نقطة تحجزه خلاص تضمنه في جيبة امسلا دخلت الباوند طيب انا اعتذر بعض الشباب زعلوا من في قناة حطيته يعني كانت صفقة كذا يعني وانا جالس شفت الزوج ودخلت بلوتات كبيرة شوية كذا وعند طبعا بإدارة بإدارها بوقف خسارة عشر نقاط الخسارة اللي بخسارها معروفة مثلا ثلاثمائة دولار هذه الخسارة ان شاء الله تدخل بعشرين لوت بس لما نيعكس عليك نقطة ونقطتين او عشرة او مية تخسر ثلاثمائة دولار فقط تمام فانا دخلت بلوت عالي على بالي انه ما ما رح ينعكس وفعلا الحمد لله صعد ما عكس فحطيتها في القروب فواحد يعني اكثر من شخص صراحة لاموني قالوا برسيل يعني انت قاعد تستعرض والله هي مو استعرض بس انا يا اخوان قاعد يعني اول شي الهرمون السعادة كان مرتفع شوي بعدين كان في فكرة صراحة كان في ثلاثة شموع تحليل فني كان في ثلاثة شموع زخم واخترقت التريند كده فحبيتها يعني كمان حطها معلومة انه اذا شفت التريند اخترق بزخم شموع ادخل معاه وانشاء الله يس يصعد فوق فقط يعني هذا كانت بحس النية كده خلنا نقول بدون تفكير مني وسبحان الله الناس ما ترحم يا اخوان على طول لا موني يعني سبحان الله شيء غريب عموما ما تتكررون ان شاء الله فانت ايش طيب يوم صعد الباون دمس الباون دين صعد انا كان عندي هدف انت عارف انو حقق الهدف وصعد فوق والان هو هنا بس ما نزعلان انا عندي تاركت يا اخوان انتهى الموضوع ليش ازعل انا كان اقدر ادخل مرة ثانية بعد العلم بعد العلم اللي سواه نقطة دخول ثانية تمام لكن الصفقة الاولة خلاص حقق تتاركت حققتي وانتهى الموضوع تمام ورضيت بالربح اول خسارة لازم ترضى فيها طيب اخوان عشان ما نطول عليكم اه الانضباط يا اخوان خلونا يعني نتكلم عن انضباط كده بسرعة نقول امتنع عن المتاجر في الظروف والاوقات الغير ملائمة تمام وينصح بالابتعاد عن التداول في بعض الاوقات التي تشعر بها بانك تتحدى السوق لتعويض الخسارة يعني اللي هي سالفة الانتقام ان السوق خسر وكتبه وتنتقل ابتعد عن السوق تحليل العملات ومتابعة الاسعار طلب الكثير من الوقت والجهد الفكري والصبر وانتظار الفرصة المناسبة لتقول لذلك حينما تشعر بانك تتداول بغرض الانتقام والسعي لتعويض باقي سبته من اوال فمن المفضل ان تترك التداول لبعض الوقت حتى تهدأ اعصابك اللي تداول بشكل صحيح تكلمنا محاولة التعويض بشكل سريع تتسبب في خسارة اكبر عادة لذلك يفضل التريث وهدوء العصاب حتى تتخذ القرار السليم بالدخول في الصفقة لا تتاجر وانت مريض شوف كلمة انت مريض هذه او في حالة نفسية او بفكري غير طبيعية يعني مثلا مزعل مع المدام مزعل مع احد اخوانك عندك ضغط في العمل عندك لاي سبب زعلان متوتر لا تشتغل والله قراراتك راح تطلع غلا انا في السوق في قبل سنتين او ثلاثة تقريبا كنت مريض مزكم عندي من فلوانزة فكنت كانت المناديل جنبي كرتونين او ثلاثة كراتين ما افتكر فكنت مرة بعد ارش يعني من خشمي عيوني دموع وكده وقاعدة داول وقدامي اربع شاشات وقاعدة داول ملاحظ خسرت مبلغ كبير طبعا في الابشن خسرت مبلغ كبير كبير يعني تقريبا حوال خمسين الف دولار بسبب الانفلوانزة طيب روح نام يا ابن حلال يعني وش الله حادك فيه يعني روح ارتاح روح استريح لا انا قاعدة داول فهذا شيء غلط لأمانة هذا شيء صار لي انا موقف صار لي انا خسرت في صفقتين او ثلاثة خمسين الف دولار بسبب اني مريض ومبلوانزة وعيوني تدمع وتخيل واربع شاشات يعني مأساة يعني ما انا عارف لي فهذا احد الدروس اللي انا اخدتها في حياتي بس سبحان الله احنا يا اخوان يعني ما نتعلم اللي ننقرس لحين اذا مرضت ان شاء الله كحها ارتاح ما اتداول ولا شيء ليه لاني ايش لاني يعني انضربت انضرب امر طبيعي شباب في بعض الاخوان يعني يقول لك هابو رسيل انضربت واقف الخسارة عليه فلان الفلاني انضرب واقف الخسارة فلان الفلاني اعكس عليه وخير يا طير وش المشكلة طيب يعني ما نفاهم ايش الانبساعي لك انت مو طبيعي طيب وهذا الطبيعي اللي يصير يعني مو اللي الطبيعي انك تخسر دائما الطبيعي انه لازم يكون هناك في خسارة لكن عوض هذا الخسارة يا اخوان اللي هي ثلاثة الى واحد اثنين الى واحد مو اروح مو اروح رسيل واحد الى واحد او تكون صفقاتي تعبانة من ناحية الرسيل وفي خسائر يعني خسائر وراء بعض او خسائر كبيرة ويقول هذا طبيعي لا طبعا الطبيعي انه في صفقة صفقتين ثلاث تضرب بس ان الضربت لا تخسر شيء كثير تمام اخوان اتفقنا طيب ولازم برضو يا اخوان تكون عندك قابلية للخسارة في بعض الناس ما يقبل الخسارة لا يا صديقي والله قابلتهم والله العظيم ما حلفتوني قابلت وقال لي كيف السوق وقلت والله السوق تعرف رفعه خسارة وكذا خسارة كيش تعني صفقات ممكن تخسر وممكن تتعوضها وكذا قال لا لا انا ما بأخسر كيف خسارة ما لا لا كيف لا لا يعني مو على كيفك ولا على كيفي السوق الكبر من الجميع ممكن في احد المضاربين القدامى يقول يقول يتلقى المضارب لكمة بين من الحين الى اخر في اسواق المال يتلقى المضارب لكمة من حين الى اخر وهذا شي طبيعي هذا كلام امريكان مش كلام والواقع لو نزلنا على الواقع في صفقات تخسر تمام لكن لا تجعل اللي تخسر اكثر من اللي تربح ولا تجعل نسبة اللي تخسر كدولار يعني كربح تمام تتجاوز نسبة اللي تربح حاول ان تكون في الرشيو اللي هو ثلاثة الى واحد طيب اخر حاجة اخوان رح نتكلم عنها اللي هي عجلة النجاح في اسواق الماء طبعا هذه اللي تكلمني عنها تقريبا هي مهارة التداول الان اصبح لديك تقريبا يعني تخيل او خطة متاجرة اذا كتبت الكلام هذا وطبقت الكلام هذا اصبح عندك خطة متاجرة انا دائما اقول يا اخوان لازم كل واحد عنده خطة وتكون مكتوبة تمام مكتوبة مش محفوظة تكون مكتوبة وتكون معلقة جنب على المكتب او في المكان اللي هو شغال فيه تمام استمر في التداول بهذه الخطة حتى يحدث امر واحد فقط وهو الوصول الى اجمال المخاطرة يعني اذا كان عندك خطة استمر عليها لا تخاف لا تتردد الى ان تصل الى اجمال المخاطرة اللي هو العشرين في المية او 25% اللي انت حددته من رأس المال بالكامل لا تخلق من الخسائر طالما كانت اقل من اجمال المخاطرة خذ وقتك في تحديد الاستراتيجية التي استعمل بها ولكن لا تقوم بتغييرها الا بعد ان تقوم بيقاف التداول نهائيا وياخذ فترة للاتقان والتدريب على الحساب التجريبي دعما يا اخوان اه اي حاجة جديدة نسويها فيه اه خاصة عندنا الميتا تريدر فيه ديمو تقدر جرب فيه كل شيء تمام اي خطة تكتبها جربها على ديمو تمام بعدين طبق على باموال صغيرة بعدين اذا اختبرت نفسك وشوفت نفسك كويس انتقل الى اموال كبيرة طيب اخوان هذه الشيء عجلة النجاح وهي اخر شيء اخوان معليش عن الاطارة طولنا عليك اه هذه هذه اخوان فيه سؤال دائما يتكرر ابرسيل ما شاء الله عليك ثلاثة عشر سنة في اسواق المال ومدرب وين الملايين حلو فيه سؤال ثاني نيجي عندك كاترة الاقتصاد في الجامعات سلام عليكم وش فيك راكب كوريلا يا اخو ما الدكتور مسوي لي دكتور في الجامع واقتصاد معكر الا دل تسعين شفيك وين الاقتصاد حقا طيب سؤال ثالث مثلا واحد كل يوم طالقنا في التلفزيون في برنامج اقتصادي ويتكلم عن المال والاعمال وزي كده وهو بنفس البدلة والكرفيتة ما غيرها وين الفلوس يا لخو فسؤال هذا بديهي يعني يقول لك والله انت شغال طيب كده فين الفلوس ليش منت هذا طيب انا اقول لك الجواب حق هذا السؤال يا اخوان هناك عجلة لاسواق المال هناك عجوة للنجاح في اسواق المال يعني عشان تكون انت ناجح هناك عدة عوامل يعني مو عامل واحد عندك اكثر من حوالي ست سبعة عوامل خلوني اجيب لكم هذه ونحاول نتناقش فيها شوي هنا ايش راح اسوي انا حددت يا اخوان عندنا هنا واحد اول شيء عشان تكون ناجح في اسواق المال لازم يكون عندك هوية يعني هويتك كتاجر اول شيء يا اخوان الموضوع هذا تجارة يعني ما هو شغل موسمي تمام تشتغل مثلا في رمضان تبيع فمتو وبعدين يخلص رمضان يجي الحج تبيع محارم يخلص الحج يجي البرد تبيع وزي كده لا الموضوع يا اخوان تجارة يعني انا تاجر عملات انا تاجر برصات انا تاجر في اسواق المال خلاص اثنين يا اخوان في ناس مو داري هل هو مضارب لحظي او مضارب سبوعي او مضارب شهري او مستثمر ما هو عارف اذا تعلق قال انا مستثمر واذا مشت معاه قال انا مضارب تمام وهذا اكبر غلط فهنا نقول حدد هويتك طيب لو انت بعد المحاضرة اخدت هذه او سويت نفس الكلام اللي سويت وحاولت انك اه مثلا تعطي نفسك درجة اثنين من عشرة او اربعة من عشرة او ستة من عشرة او سبعة طبعا هنا او ثمانية او تسعة من عشرة او عشرة من عشرة في هذا العنصر لو عنصر ايش تحديد الهوية كتاجر تمام انا ابو رسيل انا مضارب يومي اعرف نفسي انا مضارب يومي تمام اهدافي طبعا عشان تكون انت مضارب يومي تمام وقف الخسارة عندي من ثلاثين لخمسين نقطة حافظها وقف الخسارة من ثلاثين لخمسين نقطة هدفي من مية اه تس مية نقطة وانت طال اتفقنا مية مية وخمسين نقطة حلو او يكون وقف خسارة عندي عشرين واهدافي ستين نقطة هذا مضارب يومي انا مضارب يومي محدد هويتي تمام فانت انا معطي اعطي نفسي مثلا ثمانية من عشرة. كويس? طيب اخوان. عندنا العنصر الثاني من عناصر النجاح والمهم اللي هو وسيلة الانتقاء. انت كيف هتختار? يعني كأسهم او كأسهم اذا كان ازواج اذا كان فوركس عملات ذهب. اي اي حاجة اي سلع. انت كيف هتختار نقطة الدخول? وكيف اسرع هتميز انك تدخل اليورو ولا تدخل الباوند ولا تدخل الانما ولا تدخل اه على ماكروسوفت ولا تويتر ولا كيف هتختار? هناك يا اخوان حاجة اسمها وسيلة الانتقاء. وسيلة الانتقاء هذه اما ان تكون يا اخوان اما ان تكون. مثلا. مثلا ها? تحليل. تحليل مالي. تمام? او تحليل فني. عندك وسيلة الانتقاء. او ممكن تكون تحليل الاقتصاد الكلي. تمام? او احصائي. اه? عندك وسيلة لاختيار هذا السهم. كيف انت ترى نفسك? هل انت تملك وسيلة واضحة لاختيار الصفقة هذه? اعطي نفسك. اثنين. اربعة. ستة. ثمانية. عشرة. اه. وين واصل? اه. واحد من الشباب يقول ان اندي اثنين. اه. واحد اربعة. يلا اخوان في ثمانية. حلو? طيب. عندي عنصر. العنصر الثالث والمهم والتبع اليوم طبعا. تكلمنا عنه تقريبا ادارة المخاطر. انت كيف في ادارة المخاطر? انا واحد اعرفه. موجود معانا صفر. انا اعطيك صفر. يلي موجود معانا. انت هنا. انت هنا. واحد. انت واحد. ليش? لانك يا يا اخوان. لازم انت 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 تقيم نفسك قبل ما يقيمك الاخرين. انت حط ظلل زي كده يقول انا هنا اثنين. او انا عند لا والله عند اربعة برس الحرام عليك. احط وقف خسارة. طيب تحط وقف خسارة بس انت ما انت محدد الرزق اليومي ولا انت محدد الرزق الاسبوعي ولا لا لا. في واحد يجين يقول لي انا عندي خطة محكمة لادارة المخاطر. اخسر. اثنين في المية. واربح. اربعة في المية في كل صفقة. اقول له ممتاز انت هنا ثمانية. تمام? او تسعة. تمام? فعندك ادارة المخاطر. طيب عندك مهارات التداول. مهارات التداول تكلمنا عنها اليوم. تمام? والمهارات التداول لا تنتهي. يعني بقول لك شغلة. البيئة والمكان اللي انت جالس فيه تتاجر منه. هذه مهارة مهارة التداول. تخيل? يعني بقول لك شغلة. انا الان جالس في مكتب بغرفة خاصة في البيت. وعندي مكتب وعندي اربع شاشات. انا مهيئ لنفسي مكان اني اتداول فيه. ممتاز حلو. طيب واحد ثاني يا اخوان هذه مهارة. ايه والمهارة اسمها مهار. لازم انت اي حاجة كده تساعدك في التداول مهار. ما هي اساسية طبعا. اه واحد ثاني اخوان جالس في الديوانية. مع ستين شخص حواليه. وحاط اللابتوب فوق المركة. ولي الشيش الداخل من بين فخده وفخد اللي اللي جنبه. واللي جنبه كل شوية ما له طبعا في الفوريكس. كل شوية يطل عليه زي كده يقول له ايش عندك ايش هذا? ايش هذا اللي طالح? ايش هذا اللي نازل? ويرد عليه شوية يقول خليك في حالة. ويتداول. هل هذه يعني مكان تداول صحيح? ممكن انا اشتغل فيه? انا اقول لك لا. فانت تفقد لاحدة المهارات. فمهارات التداول يا اخوان عديدة جدا. تمام? اه اتقان اتقان برنامج التداول اللي انت عليه. يعني مثلا انا في الابشن والسوق الامريكي في حاجة اسمه تريد ستيشن. بلاد فور. منصة. تخيل انه في ناس دخلت واودعت فلوس ما يعرف تستخدم المنصة. ويه بس فتح صفقة. مو عارف يقفلها. يا الله. يعني يعني للدرجة دي مستعجل. يعني انت تسوي اوبن للصفقة. ما انت عارف تسوي لها كلوز. ويتصل عليها. كيف اقفر الصفقة? قلت حساب ديما ولا حقيقي? قال لا حساب حقيقي. قلت يا رجل. يا رجل. يعني اقل شي يعني يعني لا تجلطني. اقل شي اقل الحاجة. تعلم كيف الميتة تريدر شغال الميتة تريدر او تريد ستيشن او تيكر شارت او المنصة اللي انت شغال عليها ادي مهارة. يجب ان تتقنها. تمام? والامثلة كثير في مهارة التداول. كل ما امتلكت مهارة. كل ما طلعت من هنا من اثنين لثلاثة لأربعة لخمسة لستة لسبعة لين عشر. الخطة المكتوبة يا اخوان. الخطة المكتوبة انا دائما يا اخوان اقول لازم يكون عندك خطة مكتوبة. تكتب فيها لدرجة لي بلغت. قل تكتب فيها اسمك وسنك. تكتب اسمك عبدالله الثقفي الملقب بابه ورسيل العمر. تمام? المهنة تاجر اسم. حلو? الرؤية كذا. الهدف كذا. هدفي هو تحقيق كذا في خلال كذا باستخدام كذا. دائما الهدف يا اخوان الهدف اللي تكتبه لازم يكون يعني يكون في كمية. 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 كمية وزمن. تمام? لازم يكون في زمن. تمام? ونوع. تفكرنا على هذه? كمية يعني كم? يعني ابغى مليون. تفقنا? ماذا? حدد كمية. ابغى مليون. ماذا واحد مليون? زمن خلال سنتين. نوع في فوركس. هذا هدف واضح. ما حد يقدر يقول لك لا. لكن في بعض السباب يقول لك ابغى مليون. وبس. ابغى مليون. يا رجل. طيب. كيف? متى? فلازم انتو تقول ابغى مليون خلال سنتين. بسبب او باستخدام تجارة ايش? فوركس. مثلا. تمام? وهكذا. كذا كذا تحدد هدفك. فتكتب الهدف واسمك والمخاطرة تبعك انا خاطر بثنين في المية لكل صفقة. اجمالي المخاطرة عندي عشرين في المية. تمام? اه المخاطرة الاسبوعية اه مثلا ثمانية في المية. اذا اذا اخسر ثمانية في المية لازم انا اتوقف واعيد حساباتي وابدع من جديد. تمام? وهكذا. خطة مكتوبة. لازم يكون عندك خطة مكتوبة. طيب. الاستمرارية اخوان. الاستمرارية يعني يعني في كل هذا اللي سار تستمر. يعني مو خطة مكتوبة استمرارية زي المثال حق الرجيم. مو انك مثلا او الدايت اللي بتسويه. مو تجيس يومين ثلاثة بعدين اه طنش. لازم تلتزم حتى تحصل على نتائج سليمة. اوكي اخوان? فتستمر. تستمر في الانضباط. تستمر في ادارة المخاطر. تستمر في الخطة المكتوبة وقراءتها والالتزام بها. تستمر في اه مهارات التداول. تستمر في التعليم الذاتي. تستمر في ادارة الصفقة بالشكل الصحيح. تمام? طيب عندنا اخوان ادارة الصفقات. ادارة الصفقات اعتقد انه علم. بحد ذات. كيف ادير الصفقة? اللي هو التعزيز والتبريد. تمام? وتقسيم اللوت. يعني انا مثلا خسارتي اثنين في المية. تمام? لو بدخل بواحد لو بدخل بواحد وارتد عليه السوق او عكس عليه السوق خمسين نقطة انا راح اخسر اثنين في المية من الحساب. طيب بس انا ما ابغى ادخل مع بعض كده. واحد لو. لا. ابروح اقسم الصفقة. بوينت ثري بوينت ثري بوينت ثري. زي كده. هذه مثلا ادارة صفقة. تمام? وقف خسارتك هنا. بثنين في المية. هذه كلها ادارة صفقة. تمام? استخدام المخاطر ادارة صفقة. طيب. نرجع للتبريد. وهذا المصيبة. نرجع للمصيبة اللي نسوها الشباب. السوق صاعد. يروح هو يبيع هنا. سوي سل. طيب اكس السوق عليك الان. اكس السوق عليك هنا. يروح يسوي صفقة هنا سل. يبرد. ما يقفل هذه. خليها مفتوحة. يروح السوق يصعد. يروح يسوي ايش? سل. الين متل توقع? الين تمرجن? فهذا يسمى تبريد. لا تبرد اخوة. شكرا لك. لا تبرد. لا تبرد على الصفقة. خليها زي ما هي. وقف خسارتك فقط. المطلوب منك. كل المطلوب منك انك توقف خسارة عند عند حدود معينة. عشان ما تترك اي مجال لايش. لاي مفاجآت. وعشان ترتاح نفسيا. وعشان ما جيزة تطالع من تحت السرير من تحت اللحاف. ها? فاتح الجوال وتطالع في صفقة كلي ربحانة او خسرانة. ليش اخوان? طيب. سوق هابط. واتجاه هابط. وانت تروح هنا تسوي باي. طيب اه بعدين نزل شوي كده. يا اخي وقف خسارة هنا وانتهى الموضوع. ليش تسوي باي مرة ثانية? وصفقة هذه مفتوحة. صار عندك صفقة صفقتين. صار عندك الصفقة هذه مفتوحة. باي والصفقة الثانية مفتوحة باي. وانت قاعد تكابر وتقول السوق. حيرتد. بعدين ينزل مرة ثانية السوق. وتعمل باي. وبعدين تتمرجن. ليه ما اوقف انا خسارة هنا من اولها وخلاص? واعمل حسابي على الخسارة انها تكون اثنين او ثلاثة في المية وانتهى الموضوع. يعني ليش انا اعطي مجال لهذا كله? واعطي نفسي وادخل على فكرة. هذه المنطقة لاحظ. ترى هذه المنطقة لما نحكس عليك يعني من الصفقة الاولى اللي هي هذا الرقم واحد. ترى المنطقة هذي كلها نفسيتك سيئة. تعاملك مع الاخرين سيئة. تعاملك مع نفسك سيئة. اه مضغوط تحت الضغط. تمام? اه قاعد اذا ما كنت متمكن من التحليل الفني قاعد تسأل كل المحللين. اش رايكم? متى يعكس? متى يصعد? متى? راح ضيع وقت? راح بدان ما تعلم حتى 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 تترك نفسك مجال بالتعلم الحاجة الجديدة. راح لا. راح تكون ما لك نفس تتعلم اي حاجة. انت خسران. يعني يا اخوان ترى مصيبة. للامان اكلمكم يا اخوان المنطقة هذي مصيبة. فعشان كده نقول ايش? لا تبرد. لا تبرد. حاول تدير الصفقة بشكل مثالي وبشكل سليم. التعليم الذاتي. يا الله يا اخوان. التعليم الذاتي طبعا هنا انا احب اشكركم جميعا على حضوركم هذه المحاضرة. ليش? لانه هذا يدخل تحت التعليم الذاتي. انت قاعد تحضر محاضرة. تمام? وقاعد تتعلم حاجة جديدة. او قاعد تاخد فكرة جديدة. تمام? فانت عندك هذا الحس. حضورك هذا المحاضرة يعني لي انه عندك هذا الحس. اللي هو التعليم الذاتي والتطوير. طيب كيف تعلم نفسك ذاتيا? تتعلم اول شي اخوان اول شي انا يعني في كثير من الشباب يقول لك انا ما اعرف شي وابغا اتعلم. مش سبب رسيد. اول شي تسوي يجب عليك ان تاخد دوره عند مدرب. اصحى تفتح اليوتيوب وتبدأ تشتغل من نفسك. اول اول محاضرة لك او اول تعليم لك عند مدرب. ايا كان هذا المدرب. تمام? ليش? لانك اه بيضمن لك هو حاجة ما السيكونس او التتبع التوبكس او المواضيع انها تكون مرتبطة ويعني من البسيط الى الاصعب. تمام? يعني مثلا التحليل فني. راح يتكلم اول شي محاضرة حتى لو سيء. انا ما يهمني او سيء او محاضرة او جيد. انا يهمني انت بداية لازم تحضر عند مدرب. طيب حضرت عند مدرب واخدت الاساسيات من عنده. واخدت الترتيب الكويس يعني منظرية الداو. بعدين دخل على الاتجاهات. تجاه الصايت. تجاه الهابط. تجاه فرعي اه ارضي. بعدين دخل مثلا على المؤشرات. بعدين شوية شوية البولينجر الارسايت. بعدين شوية شوية الشموع. وهكذا وهكذا الى ان انتهت الدورة. اصبحت الان تملك مفاتيح. الهمر مفتاح. اصلا داو مفتاح. الان ابدأ التعلم ذاتيا. افتح اليوتيوب اكتب نظرية داو. اسمع. اسمع عن التريندات. اسمع عن شموع الهمر. اسمع عن اي حاجة ثانية. لكن في البداية يجب ان تحضر عن البداية عشان يرتب لك افكارك فقط. تمام? وتبدأ تتعلم ذاتيا. تبدأ تتعلم ذاتيا. وحضور المحاضرات. اقول له بنارات. اسم بنارات. يا اخوان هذه كلها تزيد في رصيدك. مهما كان. صدقني انها تزيد في رصيدك. بس يا اخوان. وبكذا انتهينا من عجلة النجاح في اسواق المال. هذه يا اخوان متى ما عبئت? يعني تخيل هذه عجلة. عجلة يعني اش? يعني كفر. ها? يعني كفر. الكفرة هذه يا اخوان او العجلة هذه كيف تدور وتمشي? الا اذا كانت تمام? على سكتور واحد. يعني ها? سكتور واحد او تراك. او مسار. يعني لازم تكون ثمانية. مثلا انت هنا ثمانية وهنا اثنين. تخيل الكفرة راح تمنشر. راح توقف وراح تمشي. فانت اذا كان اذا كنت ما انت عارف تحدد هويتك. حددها واعطي نفسك ثمانية. وسيلة انتقاء ضعيف فيها. ارفعها. حاول تحضر محاضرات. طورات قراءات اي شيء. وارفعها علينا ثمانية. ادارة المخاطر. المحاضرة دي ان شاء الله ترفعك من الصفر الى الاربعة. او الى الاثنين. تمام? بعد كذا انا عارف انت ايش بتسوي. بتفتح اليوتيوب وتكتب ادارة المخاطر. صح? لازم تسوي كذا. تدخل صديقي او استاذي الفاضر رائد الخضر. في عنده محاضرة عصمة عن ادارة المخاطر. جميلة جدا. ليش تفوتها? موجودة في اليوتيوب. اكتب ادارة المخاطر استاذ رائد الخضر. يطلع لك استاذ رائد يتكلم ويتحدث ويعطيك ينورك. تمام? واستاذ وليد الحلو. ناس كثير. تتكلم عن هذا الموضوع. خلي اسبوع عندك هو اسبوع او اسبوعين اسمه ادارة المخاطر. تمام? تعلم هاي الجديدة. نزل فايلات. نزل تعلم على الارتباطات. تعلم على الاشياء هادي. حاول تقف نفسك خلال الشعر هذا كله راح يزيد في رصيدة. اه مهارة التداول. ارمي المركة اللي انت حط طلبتهم عليه. روح غرفة هادية. تمام? حاول انك تجد لنفسك اه يعني مهارة التداول معليش انا اختصرتها في المركة او الهذا. سامحوني على يعني دعابة هادي. ولكن مهارة التداول حاول ترفعها باستمرار وهي تجي مع ايش? مع التعليم الذاتي يا اخوان والممارسة راح تصل عندك مواهب ومهارات كثير. الخطة المكتوبة حاول من اليوم تفتح ورقة وقلم تبدأ تكتب الخطة المكتوبة حقتك وتحطها في مكان التداول. استمر في هذه الاعمال حاول تدير صفقتك بشكل احترافي. تمام? يعني ايش يا اخوان شكل احترافي? ترى شكل احترافي كلمة احترافي هي نفسها انك تحط نفسك خسارة 2% وربح 40% وانك تقلل المخاطرة وانك تزيد تعظم ارباحك وتوقف خسائرك وهذه هي الاحتراف. يعني احتراف ما هو رجل سطوري. الاحتراف يا اخوان هو هذا انك تسوي زي كده وتلتزم فقط. تمام? والتعليم الذاتي حتى تدور هذه العجلة وان شاء الله امورك المالية او تداولاتك ولا سوف تكون ناجحة وتصل الى اهدافك واحلامك المرسومة. هذا كان كل شيء استاذ رائد انا كذا انتهيت ان شاء الله. الله اعطيكم العافية جميعا. اشكركم على صبركم يا اخوان. اه حضوركم. واحب اشكر كمان شركة اكوتي جلوبال ماركيس اكوتي. اه لتسخير كل الامكانيات للقاء معكم يا اخوان. سواء كان ويبنارات او سمينارات وهم مشكورين للامانة. اه والله انتكون عافية جميعا.